السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وعدكم يا طلباء جبتكم المصطلحات التي تعاد كثيرا في الباكالوريا وخاصة في الثورة الجزائرية كي المصطلحات نهضرهم فمي وكي المصطلحات تكتبتهم هو تقرير المصير هذا ربيعات كثيرا هو مبدأ يقر حق شعوب في تسير شؤونها عندك أيضا السيطار الحديدي هو عبارة عن خط وهمي يفصل بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية هذا المصطلح أطلقه رئيس الوزراء البريطاني لما تحدث عن أطمع الاتحاد الصوفياتي التوسعية في أوروبا الشرقية وعدنا حركة عدم الحياز هي يعني حركة عدم الحياز هذه السياسة التي وجدت من طرف الدول المستقلة حديث بعد الحرب العالمية الثانية معناه عدم الانضمام إلى المعسكرين أنا راني غلطت برك مستشلمين هنا يعني أنه موقفة حياة إيجابية يعني عدم الميل لإحدى الطرفين ظهرتها رسميا ببيليقرات 1961 عندك التحرر السياسي هذا أيضا أقرأ عندك اللجنة الثورية المحتوى العمل وعندك المنظمة الخاصة وعندك الدبلوماسية هي تلك الجهود التي بذلتها الثورة الجزائرية في إنشاء جهاز دبلوماسي يتنقل بين العواصم والمحافل الدولية من أجلها أنها تكسب التعاطف العالمي مع الثورة الجزائرية وعندها جبهة التحرير الوطني هي تنظيم سياسي ثوري جزائري ظهر سنة 1954 وهو الممثل الوحيد للشعب الجزائري وعندك الحكومة الموقت زيدونا القوة الثالثة زيدونا القوة الثالثة مشروع قسنطينة مشروع سوستين حط شالو موريس القرسن الجوية عندك ثاني احتواء شعبي هذه أكل ديروهم هيئة الأمم المتعدة تعاد كثيرا أما بخصوص مصطلحات الحرب الباردة مصطلحات الحرب الباردة حفظونا كين قدال مصطلح هناك سياسة الفراغ سياسة الاحتواء عندنا أيضا الأزمات الدولية الحرب الباردة أيضا الثلعية القطبية الأحادية القطبية المنظمات الغير الحكومية هيئة الأمم المتعدة وأيضا ديرونا اتفاقيات إيفيان اتفاقيات إيفيان قادر سنطح كمصطلح اتفاقيات إيفيان زيدونا أيضا هذه في الثورة الجزائرية وفي اللولا عندكم تعيش السلمي عندكم أيضا هناك الكثير من المصطلحات الحرب الباردة أحفظوهم كامل أما تع الثورة راني لخصتها لكم تعال الحرب الباردة حفظوهم كامل أما تع الثورة الجزائرية راني نقول لكم كيف وحفظونا ثاني الثورة الجزائرية ما معنى الثورة الجزائرية أول بيان أول نوفمبر بيان أول نوفمبر أيضا أقراوه تفاهمنا؟ وأيضا القانون الخاص ما معنا نقصده بالقانون الخاص الدستور الجزائري هزوا ورقة وعودوا واش راني نقول بثمي دكورة على بل ما يكشحت هزوا ورقة لزنزيل عودوا بزيف الفيديو وهزوا المصطلحات اللي قلتهم سيرتوا سيرتوا تاعة الجزائر راني لخصتهم لكم بطريقة سهلة يعني ثم ثم تح فضهم إن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم وبالتوفيق لطلباتي الأعزاء